مسيرة مقاومة الرباط تصدع بمطالب الريف وتحتضن الحسيمة وكل المغرب من أقصاه إلى أقصاه في مسيرة تضامنية جابت فيها عشرات الآلاف شوارع العاصمة المنكب حذ والمنكب هو الساعد على الساعد ولا صوت يعلو فوق صوت المطالب مطالب في الجوهر اقتصادية الشمعية لكن انضاف لها إطلاق صراح المعتقلين هكذا أجمعت الحناجر المزلزلة رغم اختلاف المشارب والتوجهات المسيرة التضامنية جاءت بعد سبعة أشهر من الاحتقان الشعبي اتهم فيه أبناء الريف بالانفصال والتخوين واعتمدت فيه مقاربة أمنية لتكميم أفواه المحتجين باعتقالات عشوائية للشباب وتفريق الوقفات التضامنية مع الريف ومطالب أبنائه وبعد أن أخذت الأمور منحا تصاعديا في الأيام الأخيرة اتسعت رقعة الحراك وتمددت مسيرات التضامن السلمية عبر العديد من مدن وأقاليم المملكة آخرها مسيرة الرباط التي رغم ضخامتها لم تشهد أي انزلاق أمني واكتفت القوات العمومية بمراقبة الوضع من بعيد فهل يتسع صدر الدولة للإصغاء لنبض الحراك كما اتسعت شوارع الرباط وقلوب المغاربة لاحتضان الحسيمة وحراكها